ذهب يتحدث عن قاعدة قال هناك قاعدة أساسية تقول التحليل بمقدار التعليل هذه لا هي قاعدة ولا هم يحزنون القواعد إما أن تكون نصوصاً صريحة من آية أو من رواية واضحة أو أنها تبنى من مضامين النصوص الواضحة ما بين نصوص الكتاب والنصوص المعصومية السؤال هذه القاعدة التي يتحدث عنها من أنها قاعدة أساسية هل هي آية قرآنية التحليل بمقدار التعليل الجواب كلا ما هي بآية قرآنية هل هناك آية في القرآن تشتمل على هذا المضمون الجواب كلا هل هي رواية عن المعصوم الجواب كلا هل هناك رواية تشتمل على هذا المضمون الجواب كلا هل هذا حكم عقلي يتفق كل العقلاء عليه الجواب كلا هذه ما هي بقاعدة هذا مضمون صحيح هذا المضمون صحيح لكنه يستنتج من بعض الوقائع يمكنني أن أقول أيضا التحريم بمقدار التعليل والكلام صحيح إذا كان مستنتجا من واقعة بناؤها وتركيبها هكذا هذه ما هي بقاعدة ولذلك اضطر إلى أن يأتي بمثال بمثال الضيف لو كانت هذه القاعدة تستند إلى آية إلى رواية إلى حكم عقلي قطعي يتفق عليه كل العقلاء لجاء بذلك الكلام هذا هراء هذا مضمون هو صحيح في نفسه لكنه ليس بقاعدته وإنما يستنتج يستخرج من بعض الوقائع فمثل ما نقول التحليل بمقدار التعليل كالمثال الذي ضربه في قضية الضيف يمكننا أيضا أن نضرب مثالا آخر ونقول التحريم بمقدار التعليل لكن هذا ليس أساسا لأن نؤسس عليه حكما شرعيا هذا مضمون صحيح يستنتج من بعض الوقائع لهو بآية قرآنية وليس هناك من آية قرآنية تشتمل على هذا المضمون لهو بنص معصومي وليس هناك من نص معصومي يشتمل على هذا المضمون كي يكون حاكما وبنحو قطعي نستعمله في عملية استنباط الأحكام الشرعية ولا هو بحكم من عقلي قطعي اتفق عليه العقلاء هذا أمر بين المتشرعة موضوع التحريم والتحليل موضوع شرعي هناك بعض الوقائع إذا ما نظرنا فيها من الوقائع الشرعية يمكننا أن نستنتج منها هذا المضمون ويكون صادقا بخصوصها وليس دليلاً نستدل به على إثبات حكم شرعي فهذه لا هي بقاعدة ولا ببطيخ هذا هو الهزال الذي أحدثكم عنه وهذه هي الجهالة والتفاهة والسفاهة قاعدته هذه التي جعلها قاعدة أساسية وبنى عليها من أن التحليل بمقدار التعليل فذهب إلى التوقيع الشريف وقرأ من أن التعليل في هذه الجملة لتطيب ولادتهم ولا تخبث فقال من أن التحليل والإباحة يرتبطان بموضوع طيب الولادة وخبثها وهذا هو باب الزواج باب النكاح من هنا فإن الفقهاء أصدروا الفتاوى بأن مهر الزوجة لا يتعلق به الخمس ومن أن التوقيع الشريف يتحدث عن هذا الأمر باعتباري أن تعليل التحليل هو لأجل طيب الولادة وطيب الولادة هذا العنوان مرتبط بعملية الزواج ولذا فإن مهر الزوجة لا يتعلق به الخمس فحينما يأتي التوقيع الشريف فيقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا فإن الحديث عن مهر الزوجة عن الأموال التي ترتبط بالزواج والنكاح لأن طيب الولادة مرتبط بهذا الشأن وهذا جهل طيب الولادة وخبث الولادة يرتبط بالزواج في جهة من جهاته القرآن صريح في سورة الإسراء في الآية الرابعة والستين بعد البسملة سبحانه وتعالى يقول لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد هذه المشاركة في الأموال والأولاد لا علاقة لها بأمر الزواج الزواج يكون نوعا من الأنواع فلربما يكون الزواج شرعيا والأموال طيبة وليس هناك من خلل في طيب الزواج وطيب النكاح ولكن إبليس يشارك الزوجين في أولادهم لأسباب أخرى القرآن هنا لم يجعل الأمر مختصا بموضوع الزواج وشاركهم في الأموال والأولاد هذه المشاركة مفتوحة وهذا المعنى واضح في الأحاديث واضح في الروايات والأحاديث تفسير العياش هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياش الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ثلاثمية واحد وعشرين رقم الرواية مية واثنين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه سألته عن شرك الشيطان محمد ابن مسلم يسأل الإمام الباقرة عن شرك الشيطان وهذا مصطلح إنه الولد الذي يولد بين أمه وأبيه من زواج شرعي لكن الشيطان قد شارك في تكوينه هذا هو شرك الشيطان سألته عن شرك الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد قال ما كان من مال حرام ما كان من مال حرام هل كان من مال حرام في تكوين الزواج أصلا هل كان من مال حرام في تكوين النطفة هل كان من مال حرام يعيش فيه الزوج والزوجة حتى أن النطفة لم تتكون من ذلك المال الحرام المال الحرام يمكن أن يكون دخيلاً في موضوع الزواج ويمكن أن يكون دخيلاً في تكوين النطفة ويمكن أن يكون دخيلاً في منظومة حياتهم بغض النظري عن الزواج حتى لو كان زواجاً طيباً وبغض النظري عن النطفة حتى لو كانت من مال حلال لكن الواقع هذا يساعد الشيطان على أن يكون مشاركاً في إنجاب أولادهم سألته عن شرك الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد قال ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان قال ويكون مع الرجل الشيطان يكون مع الرجل حتى يجامع فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراماً إذا كان حراماً إذا كان المال مالاً حراماً في تكوين الزواج في تكوين النطفة أو في منظومة حياتهم حتى لو كان الزواج طيباً وكانت النطفة من مال طيب القضية لا تقف عند هذا الحت الكافي هذا هو الجزء الخامس والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة خمسمية وثمانية الحديث الثاني من الباب ثلاثمية وأربعة وثلاثين بسنده بسند الكلين عن أبي بصير عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه قال إذا دخلت بأهلك في أول ليلة من الزواج هذا التعبير إذا دخلت بأهلك المراد في أول ليلة من الزواج إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة الناصية مقدم شعر الرأس فخذ بناصيتها فخذ بناصيتها أي ضع يدك على ناصيتها واستقبل القبلة وقل اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها يعني أن الزواج زواج طيب اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبة فهناك احتمال أن يشارك الشيطان في هذا الزواج وفي هذا الإنجاب لأسباب لا ترتبط بطيب الزواج وحلية مال الزواج ولا ترتبط بطيب النطفة وحلية المال الذي تكونت منه النطفة هناك أسباب كثيرة جدا هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا من حديث العطرة هؤلاء هم الذين لا يقرؤون حديث العطرة هؤلاء هم الذين لا يفقهون يضحكون عليكم أنا لا أجد لهم قيمة حتى أرد عليهم أنتم الذين زاد إلحاحكم علي فوضعتموني في هذا الموقف أن أرد على مثل هذه الحثالات هؤلاء جهال لا يستحقون أن أرد عليهم صفحة خمسمية وتسعة باب ثلاثمية وخمسة وثلاثين الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي شخصيات شعية معروفة جدا الإمام يتحدث مع هؤلاء الذين إذا ما تزوجوا فإنهم يتزوجون زواجا طيبا قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه في الرجل إذا أتى أهله إذا أتى أهله في سائر الأيام ليس كالرواية السابقة في أول ليلة من الزواج في الرواية السابقة إذا دخلت بأهلك أما هنا في سائر الأيام في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان خشي أن يشاركه الشيطان لماذا؟ إذا كان بسبب حرمة مال الزواج فإن شخصا كهذا يخشى مشاركة الشيطان سيعالج الأمر إذا كان بسبب حرمة المال الذي تكون ماءه منه فإنه سيعالج هذا الأمر إنه يخشى مشاركة الشيطان في حال أن زواجه زواج طيب وأن ماله مال طيب ولكنه يخشى مشاركة الشيطان لأن أسباب مشاركة الشيطان كثيرة ليست محصورة في عنوان واحد هؤلاء جهال حينما يتحدثون عن أن طيب الولادة وخفثها مرتبط بموضوع النكاح والزواج أتحدث عن هذا وعن مراجعه الثولان الذين ينقلوا فتاواهم في بداية حلقاتي صولة القمر حدثتكم عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خفث الولادة موضوع مفصل واسع في الأيام الأولى من شهر رمضان المتصرم الماضي في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان قال يقول بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن ابن القداح عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين إذا جامع أحدكم فليقل أمر هذا من الأمير إذا جامع أحدكم للذي يريد أن يدفع الشيطان يريد أن يدفع مشاركة الشيطان له إذا جامع أحدكم فليقول بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشيء أبدا لن يكون شركا للشيطان الحديث الرابع من الباب نفسه بسند الكليني عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني عظمه لأن الإمامة تحدث عن كثرة أسبابه هذا هو تعظيم شرك الشيطان لأن الإمامة تحدث عن الاحتمالات الكثيرة في حياتنا التي تكون سببا لأن يكون أولادنا شرك شيطان كنت عند أبي عبد الله جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت جعلت في ذاك فما المخرج من ذلك القضية لا تتوقف على أمر الزواج ولا تتوقف على المال الحرام الذي تتكون منه النطفة ولا على المال الحرام الذي يكون في منظومة حياة الزوج والزوجة هناك الكثير من المجالات والاحتمالات التي يخترقها الشيطان ويأتي من خلالها كي يشاركنا في أموالنا وأولادنا قلت جعلت في ذاك فما المخرج من ذلك؟ قال إذا أردت الجمع فقل بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفاً من الشيطان ورجزه جل ثناؤك هذه الأحاديث وغيرها وهي كثيرة جداً في كتبنا أنا لا أستطيع أن أقرأ الكثير من الأحاديث هذه أمثلة ونماذج تخبرنا عن أن طيب الولادة وخبثها لا ينحصر بموضوع الزواج فهذه القاعدة من أن التحليل بمقدار التعليل وهذا الهراء لا محل له من الإعراب هنا طيب الولادة وخبثها عنوان وسيع لا علاقة لمهر الزوجة بهذا الموضوع مهر الزوجة احتمال من الاحتمالات باب من الأبواب الأبواب المتبقية كثيرة جداً هذا غبي مثل ما حصر أموال الأئمة بالخمس فقط وأنا ما قرأت عليكم كل الروايات ها هو يحصر طيب الولادة وخبثها في موضوع الزواج أنا لا ألومه لأن مراجعه في الحوزة الطوسية يقولون هكذا هؤلاء الثيران مراجع النجف ثيران ثيران بتمام معنى الكلمة لا يملكون طلاعاً على فقه العترة ولا على حديثهم ويأتي هذا الجول يقول عني من أنني حمار أحمل أسفاراً لا أملك فقهاً في حديث العترة وله قرأت أحاديثهم هكذا يضحك عليكم وهكذا ضحك على أجدادنا وآبائنا عبر السنين وعبر القرون ولازلتم مضحكةً لازلتم مضحكةً وستبقون مضحكةً ما لم تخلصوا أنفسكم من قذاراتها أولاء الأنجاز الذين يقال لهم مراجع هؤلاء أتباعهم هؤلاء الذين يمثلون العهر الديني في أوضح صوره أتحدث عن أحمد الجعفر وأمثاله تلاحظون أن الحقائق واضحة وجلية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر